نبدأ معكم الرادار وبالتحديد من موسكو فقد أكدت وزارة الدفاع الروسية التزام الجيش الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط المواجهة واتهمت الوزارة الجانب الأوكراني بقصف مواقع عدة وقالت إن القوات الأوكرانية أطلقت النار أكثر من 30 مرة في مقاطعة زابوريجيا مشيرة إلى أن القوات الروسية ردت على مصادر النيران ودمرتها وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى مقتل نحو 120 عسكريا أوكرانيا وإسقاط أربع مسيرات في عمليات القوات الروسية لصد القوات الأوكرانية في مناطق عدة للمزيد ينضم إلينا من موسكو سمير عمر سمير المعطيات لديك حول هذه العمليات كيف هي على الرغم من سريان الهدنة المعلنة صحيح فضيلة يعني رادار الأخبار يرصد هنا من موسكو قبيل سبع ساعات من انتهاء هذه الهدنة المعلنة من قبل روسيا والتي تتم خلالها 36 ساعة كاملة لكن هل هذه الساعات الفائتة من عمر هذه الهدنة الهشة كانت هادئة كما أرادها من أعلنها ودع الطرف الآخر الأوكراني للقبول بها الواضح أن ذلك ليس صحيحا صحيح أن هناك تبادلا للاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني صحيح أن حدة التوتر والاشتباكات على الجبهات الأمامية للقتال أقل من سابقة من الأيام السابقة صحيح أن عدد من قتلوا اليوم وفقا للرواية الروسية في ظهور الجيش الأوكراني هي حصيلة أقل عددا من الكثير من الأيام السابقة لكن المؤكد أن الجبهة لم تهدأ ولم تنفذ الهدنة ووقف إطلاق النار كما كان هناك دعوة لذلك ما حدث اليوم وفقا لزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي كان ملتزما بعدم شن هجمات أو أعمال هجومية على الجانب الأوكراني لكنه فقط اكتفى بصد الهجمات الأوكرانية واتخاذ إجراءات دفاعية لمواجهة التحركات الأوكرانية على جبهات القتال وبخاصة في خاركيف وخرسون وكذلك في دونيتسك ولوغانسك الرواية الأوكرانية مدعومة كذلك برواية لوزارة الدفاع البريطانية تقول أن مستوى العمليات في هذا اليوم لم يختلف كثيرا عن مستوى العمليات في الأيام السابقة تزيد أيضا وزارة الدفاع البريطانية التي تقف إلى جانب الأوكرانيين بالطبع منذ بداية الحرب أن الروس استهدفوا مناطق مدنية وأنهم قتلوا بالفعل عددا من المدنيين جراء هجماتهم المتواصلة على الأراضي الأوكرانية الأوكرانيون قبل نحو ساعة من الآن قالوا أيضا أن الهجمات الروسية قتلت أربعة من المدنيين وجرحت نحو أحد عشر آخرين في إشارة إلى أن روسيا التي دعت إلى الهدنة لم تلتزم بتلك الهدنة الآن يحاول كل طرف إلساق التهمة بالطرف الآخر يحاول كل طرف تشبيه الطرف الآخر بأنه يتعامل ويقصف المدنيين والحق الأذن بهم ولكن أوكرانيا أيضا كانت تتحدث دائما عن شروط مقابل هذه الهدنة ما الذي يدعوها لعدم احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا؟ تماما فضيلة أوكرانيا لديها العديد من المبرارات لعدم التعاطي بشكل إيجابي مع دعوة بوتين لوقف إطلاق النار أولا هي التي تريد أن تدعى روسيا صاحبة قرار الحرب أو التهديئة أو وقف إطلاق النار هي من الناحية السياسية لا تريد التسليم بأن روسيا هي التي تعمل وتنفذ ما تريد وتنفذ ما تقرره الأمر الثاني أن أوكرانيا في هذه الحالة تريد أيضا أو كانت تريد عندما قال زرينيسكي أن هذه الهدنة خديعة مساء الخميس الماضي يريد الإشارة بشكل واضح إلى أن روسيا هي التي لن تلتزم بهذه الهدنة وأنها فقط أرادت من وقف إطلاق النار الوهمي كما وصفه الغرب بالتقاط الأنفاس وعالة موضعة قواتها على الأرض ثالثا أوكرانيا وهي تعي جيدا أن وضعها الهجومي ضعيف كانت تقول أن روسيا إذا ما أوقفت إطلاق النار من جانبها فسيكون أنك فصحة من الوقت لإطلاق مزيد من الهجمات على الجانب الروسي وبخاصة في الأماكن التي تشهد قدرا كبيرا من الاشتباك العسكري في الأيام الأخيرة سواء كان ذلك في دونيسك أو فيما أشير إليه في زبروجيا أو في خرسون إذن الأوكرانيون فضيلة كانوا يفضلون أولا ألا يعطوا الأمر ويسلموا بأن روسيا هذه المدينة تقود العملية العسكرية وتهدئ الحرب وقتما تشاء وتسرع وثرتها وقتما تشاء وثانيا الوضع الميداني كان يريد الأوكرانيون أن يستفيدوا من هذه التهدئة النسبية في الساعة الستة وثلاثين وثالثا يريدوا إرصاق الأمر بأن روسيا تستهدف المدنيين وأنها غير جادة في إطلاق هدنة مؤقتة الأوكرانيون يتصورون أنهم بهذا السلوك ميدانيا وسياسيا قد أحرزوا هدفا في مرمى الروس بينما يرى الروس أنهم الآن هم من بادروا بوقف إطلاق النار والدعوة إليه هم من بدوا أنهم يحترمون الأعادة الدينية والاحتفالات بعيد المدن المجيد هم من التزموا في بيانين على الأقل بأنهم لن يخرقوا وقف إطلاق النار وأن الجانب الآخر هو الذي يهاجم وهم فقط يدافعون أشكرك سمير عمر من موسكو شكرا سمير موسكو شكرا